فترة كانت ذهبية بالقضايا موسمنا انتهى بس كرتنا ما وقفت خارج الملعب ننتظر قرار ننتظر رد ننتظر بيان ننتظر شيء بالأخير طلع لنا بيان يعني فيه كثير ناس تغربتا أنه حددوا موعد نهاية القضية يعني أنا أول مرة يمر علي فتراحها بيان في تحديد موعد لنهاية القضية القضية فيها أطراف تأخذ تعليقات من كل الأطراف وبالأخير تطلع أنت القرار المناسب بالناس من السبال لك عبد الرحمن يعني مرينا بمرحلة صعبة خصوصا في قضية كنو يعني صراحة وإلى الآن يعني ما في قرار أخير طيب هاي المفروض أن نهاية الشهر طيب اليوم حنا كم تاريخ اليوم 29 يعني ننتظر 31 حتى نكمل الشهر طيب طيب الآن عبد الرحمن طرحت صراحة نقطة مهمة لماذا مركز التحكيم الرياضي يطرح موعد العادة يأخذ وقت طويل اليوم مركز التحكيم الرياضي رفض حق الهلال في تدابير الوقتية حين تحرم الهلال من هذه الفرصة مع أنه الهلال قدم كافة الأمور التي تثبت ضرره ومن حق أنه يتقدم لهذا الموضوع ويثرك للمركز التحكيم الرياضي أنه يأخذ وقته في التحقيق وفي أخذ المسبباته بشكل عام من كافة الأطراف بما فيها حتى فضل منازعات حسب ما نعرف أنه إلى هذا الأسبوع هذا جاسين يأخذون بعض أعضاء مركز لجنة للفضل منازعات يأخذون استدعائهم إلى مركز التحكيم الرياضي لأخذ بعض المسببات دقيقة الحين مركز تحكيم الرياضي استدعى غرفة فضل منازعات نعم حسب مصادري أنه في أحد الأعضاء أو عضوين من الموجودين تم استدعائهم لأخذ بعض المسببات للقرار عشان يتم إغلاقه بشكل كامل ويتم إعلان القرار طبعاً إعلان القرار ما هو مجتهاد لما تقول اليوم ولا بكرة خلاص هذا المتوقع إذا المركز التحكيم الرياضي طبعاً طلع في هذا البيان وظهر الوقت لأنه حرم الهلال من فرصة التدابير الوقتية إذن عليه أنه يحق له يحق له يحق له حرم كأنه أخذ شيء كان من حق له ويحق له أنه يقول إيه ولا لا عشان يكون مصفين في الموضوع يحق لما يكون فعلاً الهلال ما يستحق هذا الأمر إذن إذا أنت حرمت الهلال من فرصة التدابير الوقتية وأن اليوم عبد الرحمن على نهاية الشهر خلاه فترة الآن الهلال يعتبر رسمياً محروم من الآن يعني سواء فك المركز التحكيم العقوبة على الهلال أو عاقبة الهلال الآن معاقب يعتبر فترة حتى الآن الهلال يعتبره معاقب فترة فلما يصر القرار أنه فترة أو فترتها فترة فهلال يعتبر خلاص تم تنفيذه وانتهت عليه فأنا أعتقد نظرة تلك تيسا